اشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى بان تكون الضوابط واجراءات ترشيد انفاق مال العام مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واطلع سموه رئيسي مجلس النواب والشورى على الخطوات التي اتخذتها الحكومة في ضوء هذا التوجيه الملكي السامي وقد جدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التأكيد على حرص الحكومة على تقوية التعاون البناء مع السلطة التشريعية انطلاقا من مبدأ الشراكة في القرارات الوطنية التي تصب في صالح الوطن والمواطنين مشيدا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعطاء مجلسي النواب والشورى وبتعاطيهم الحضاري مع مختلف القضايا ذات الشأن الوطني وتفهمهم لما تفرضه الظروف والتحديات والتعامل معها من منطلق المسئولية الحكومية البرلمانية المشتركة وأن المرحلة المقبلة وما تتطلبه من عمل جد لمستقبل الوطن ستشهد تعاونا أوثق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى ذلك فقد عبر الوفد البرلماني برئاسة رئيسي مجلس النواب والشورى عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يبدي سموه من حرص لتقوية أفاق التعاون الحكومي البرلماني مؤكدين بأن سموه يقدم دروسا تستحق أن تكون نموذجا في المنطقة لما ينبغي أن يكون عليه أفق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتكامل الحمل بينهما لخدمة الأغراض الوطنية وشددوا على أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جعل العلاقة بين السلطتين نموذجية ومتكاملة وتقوم على الشراكة الكاملة والقرار المشترك هذا ما يشكل عنصر نجاح وعلامة ثارقة في الحياة البرلمانية البحرينية ترجمة نانسي قنقر